ضعيفنا عبر الهاتف الأستاذ أشرف عبدالغاني مدير تحرير جريدة الجمهورية سيد أشرف بعد التحية يعني في إطار حديثنا عن المشهد الانتخابي الأمريكي هذه المرة توقفنا عند فكرة الانفاق السياسي الضخم الذي شهدته هذه الانتخابات المال السياسي إلى أي مدى هو لاعب في المشهد الانتخابي الأمريكي يعني في البداية أنا سهلا بحضرتك وبضيفك الكريم الدكتور أحمد يعني أعتقد أن فكرة المال السياسي المقنن في الحلقة الأمريكية أعتقد أنه يلعب دورا كبيرا في مصاري الانتخابات منذ الترشيحات داخل الحزب سواء الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي وصولا إلى مرحلة الابطراع والتصويت وبالتالي يعلن النتائج النهائية سواء في انتخابات الرئاسة أو في انتخابات الكونجرد وغرفتي النواب والشيوخ المال السياسي في الحالة الانتخابات الحالية أعتقد أنه شهد مصارات متغيرة ومختلفة إلى حد ما عن الانتخابات السابقة أولا كان هناك تراجع شديد فيما تحصله الحملة الحزب الديمقراطي من تبرعات وخلافه في الفترة التي كان فيها الرئيس بايدن هو المرشح للحزب الديمقراطي ولكن اختلف الوضع كثيرا عندما تولت دمام الأمور كاميلة هاريس وأصبحت هي المرشح للحزب الديمقراطي حدثت قفضات كبيرة فيها التبرعات التي حصل عليها الحزب وأعتقد أن هذه المسألة تعادت إلى حد كبير حملة كاميلة هاريس فيها الوصول إلى هذه النقطة حتى وصلت إلى نقطة التعادل فيما يتعلق باستطلاعات الرأي بينها وبينها ترامب بعد أن كانت النتائج شبه محسومة لصالح ترامب إذا كان منافسه هو جو بايدن لكن هل تعتقد أنها كانت محاولة لإنقاذ الحزب الديمقراطي نفسه خاصة وأن تنحي بايدن جاء مفاجئا وكان أمام كامال هاريس ثلاثة أشهر فقط لحملتها الانتخابية ومن هنا جاء هذا الدعم الكبير إنقاذا لصورة الحزب الديمقراطي يعني صحيح الإنقاذ هنا كان إنقاذ على مستوين المستوى الأول إنقاذ للحزب في الانتخابات الرئيسية لأنه كان أمام خسارة محقاقة أمام دونالد ترامب النقطة الثانية أيضا إنقاذ لما يمكن إنقاذه في انتخابات الكونجرس لأنه ما يطلق عليه أسفل ورقة الانتخابات الرئيسية أيضا هناك منافسة ستكون شادثة للغاية خاصة إذا كان دونالد ترامب هو المرشح للحزب الجمهوري هناك أيضا كاميل هاريس وهناك طباق كبير ومحتدم في انتخابات مجلس النواب وفي التجديد الثلسي لمجلس الشيوخ في حقيقة الحال لو كان بايدن هو المرشح الآن أمام ترامب لا خسر الحزب الديمقراطي الأغلبية التي يحصل عليها التي يحصل عليها الحزب الديمقراطي في مجلس الفيوخ وربما أيضا استطاع الحزب الجمهوري يوسع الفارق فيها الأغلبية التي يحصل عليها بالفعل في مجلس النواب إذن الخسارة الديمقراطية المحققة في حالة بايدن تحولت إلى ربما معادلة إن لم يكن مكافة في حالة أن كاملة هاريس هي الآن المرشح المنافس الكبير لدونالد ترامب على الانتخابات نعم طيب فيما يتعلق بملف آخر والحرب في الشرق الأوسط أو الصراع الذي بدأته إسرائيل وتعنتت وتجبرت فيه وصولا إلى أنه امتد إلى لبنان في رأيك هل مخاطبة ترامب بأنه قادر على وقف ذلك ووقف الحرب هو كفيل بإعطاء حدود أكبر لترامب من قبل العرب ومن قبل الأمريكيين رافضين لهذه الحرب يعني أعتقد أننا أمام خيرين كلاهما مر سواء كان الفائز هو دونالد ترامب أو الفائزة هي كاملة هاريس بنسبة لي ترامب هو قال صراحة أنه قادر بالفعل على إنهاء الحرب ولكنه أيضا خرج فيه تصفحات موازية ليؤكد أو ليعطي الضوء الأخضر لبنانين نتانياه وحكومته الألمينية المتطرفة ليفعل ما يشاء في قطاع غزة وجنوب لبنان أو قال له صراحة إنهي هذه المسألة بشكل سريع وعلى مدار الولاية الأولى لدونالد ترامب كانت المواقف الكارثية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونقل الصفارة الأمريكية إلى القطس الشريف والدعم اللامحدود لإسرائيل ومحاولة إجهاض القضية بشكل كامل إذن ترامب لدي العديد من المواقف السلبية حتى ولو أعلن صراحة أنه سيعمل على إنهاء الحرب وفي هذه مسألة مشكوك فيها لأنه أي وسيلة سيتم إنهاء بها الحرب هل سيكون النهاء لي صالح القضية الفلسطينية وعدالة القضية الفلسطينية أم سيكون لصالح إسرائيل على طول الخط أعتقد أن النقطة الثانية ستكون هي المرجحة في حالة ترامب أيضا كاميلة هاريس لو كانت قادرة بالفعل على إنهاء هذه الأزمة وتحقيق العدالة والسعي لإقامة دولة الفلسطينية والدخول في مفاوضات حل النهائي كما ذكرت في غير مرة أعتقد أن هذه المسألة لو كانت بالفعل قادرة على الإنهاء على هذا النحو لا كانت تمكنت خلال العام الماضي عندما كانت نائب لها الرئيس بايدن كلا الخيرين مر بالنسبة للقضية الفلسطينية كلا الخيرين مر بالنسبة للقضية على الشرق الأوسط أعتقد أن الخسارة ستظل إلى أمد قريب نسبيا أو متوسط نسبيا لو كانت ترامب وارفائز أو حتى كانت كاملها في الفلسطين أشكرك جزيلا الأستاذ أشرف عبدالغاني مدير تحرير جريدة الجمهورية